إن أولى الخطوات اللازمة لذلك هو سياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي ومختلف جوانبه يكون في قلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها وإظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام التي تسعى إلى نشر الفوضى وتزدهر في أجواء النزاع والانقسام الطائفي والإثني والعرقي أصحاب السمو والمعالي تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي لقد أكدنا مراراً ولازلنا تمسكنا بالسلام الشامل والعادة الذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسة الشرقية وأنني أجدد من هنا هذا الموقع وأؤكد رفض وإدانة كافة الممارسات الإسرائيلية التي تعرخل مصار التسوية وتضر بمستقبل عملية السلام وتدفع الأوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها إلى التأزم والاحتقان ويشمل ذلك كافة صور الاستطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية وما يترتب عن ذلك من ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الشقيق كما أعيد التأكيد في هذا الصدد على مخرجات مؤتمر القدس الذي احتضنته جامعة الدول العربية في 12 فبراير الماضي وشرفه بالحضور فخامة الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجلالة ملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجمع من المسؤولين رفيع المستوى للدول العربية والأجنبية وهو أكد أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم سمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له في الوقت الحالي من مراسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان وذلك في تحدي لإرادة المجتمع الدولي وللالانتزامات وتعهدات سبقا قبلت بها إسرائيل وأننا سنستمر في اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مصار السلام وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ترجمة نانسي قنقر